على الجانب الآخر نروح لأخبار باقي الأندية حيث يستعد فريق الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميز النهاردة أيضا على استاد الإسكندرية في مسابقة الدوري الممتاز بيتطلع السير بيزوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق السكندري لاستعادة الثقة المفقودة بعد الخسارة في الجولة الماضية من إنبي بهدف دون رد وتجمد بعدها رصيد الفريق السكندري عند 40 نقطة من المنتظر أن تشهد صفوف الفريق تغييرات في التشكيل في ظل غياب محمود علاء لإيقاف المباراتين نتيجة للطرد في مبارات إنبي أيضا هشام صلاح بسبب الإيقاف لترقم الإنذرات على الجانب الآخر فريق بيراميز بقيادة جايمي باتشيكو أكيد عايز يحقق الفوز النهاردة من أجل صراعه على مركز الوصفة في جدول الدوري واللي بيتنافس فيه مع فريق في يوتشار كمان مبارات النهاردة أكيد بيتمثل أهمية كبيرة علشان استمرار تحقيق النتائج الإيجابية هذه المباراة طبعا أعلن عنها لجنة الحكام أو أعلنت عن طاقم تحكمها اللي هيديره النهاردة إن شاء الله وهيديرها دي اللقاء عبد العزيز السيد حكم ساحة معه السنائي هاني عبد الفتاح ونور سعيد ومحمد الدسوقي حكم رابع محمود عشور حكما لتقنية الفيديو ويعاونه محمد أبو الرجال ترجمة نانسي قنقر